بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معي على قناة أميرة والكروشير يارب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة بإذن الله النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض جوانتي كروشير بدون أصابع بغروسة البفر يبقى شكله حلو جدا في اللبس وكمان سهل جدا جدا في شغل ده كده شكل الجوانتي وانت تقدر تعمليه لأي ما ياس انت عايزه وهوضح لك ده في الفيديو بإذن الله نوع الخيط اللي اشتغلت بيه هي ملايا إفريدي اللي ورقته صودة والخيط اللي ورقته صودة بتبقى فتلته أسمك حاجة بسيطة من هي ملايا إفريدي اللي ورقته بيدا تمام؟ واشتغلته إبرة مقاس تلاتة الألوماني كمية الخيط اللي أخدها جوانتي في الفردتين 50 جرون بالزبط وطبعا كمية الخيط بتختلف حسب المقاس اللي هتشتغليه وحسب صمق وحسب الخيط ونوع الخيط وصمق الخيط اللي هتشتغلي بيه يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الجوانتي وقبل ما نبدأ لو لسه مشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركك في القناة واتفع عليك جرس عشان يوصليك كل جديد يلا نبدأ على بركة اللي نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إحنا عندنا جوانتي هنا الشغل فيه واحد في الفردتين اللي هيختلف معنا مكان تحديد الصوبة في الفرده اليمين هيختلف عن الفرده الشميل فإحنا بنبدأ أول حاجة بطول المعصم بنعمل سرسال بطول المعصم يعني بالطول اللي أنت عايزة كده للمعصم وبتحفظي كده السرسال عشان تشتغليه هو هو نفس عدد السرسل في الفرده التاني نبدأ بسم الله أول حاجة هتعملي عقدة بداية وحتشتغلي عدد من السرسل بطول المعصم اللي أنت عايزة أنا هنا هشتغل 13 سرسل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حدوشر، اتنوشر، تلاتوشر أنت حابت تشتغلي عدد أقل وعدد أكتر ده حيبقى حسب طول المعصم اللي أنت عايزة بعد ما بتشتغلي عدد من السرسل بتغتفعي سرسلة إرتفع للسرسل الأول وحددخلي على أول سرسلة بعد السرسل اللي آنا ارتفعنيها وتشتغلي جواية غوزة حشو وحتمشي تلاتة وجواية حشو على كل سرسلة هتشتغلي غوزة حشو على كل سرسلة بتشتغلي غوزة حشو لاحد ما بتوصلي لحد آخر سرسلة بعودك حتيشتغلي كده السر создة الله غراس حشو بعد ما اشتغلتش على كل سرسلة حشو بنشتغل السطر التاني فبترتفع في الأول سلسل ترتفع وحتلف الشغل وإحنا هنا هنشتغل برضو بغرز الحشو بس هنشتغلها على الطرف الخلفي لغرز الحشو اللي داحت يعني إحنا هنا بيبقى عندنا طرفين واحد قدامك اسمه أمامي واحد وراء كده اللي هو الطرف الخلفي بتلف الشغل وبتدخلي على أول غرز الحشو على الطرف الخلفي وتشتغلي غرز الحشو وتبقي وقت بالك كده أن انت دخلت على أول غرز الحشو داحت وتبدأي بعد كده تشتغلي على كل طرف خلفي للغرزة الحشو اللي تحت وغرزة حشو بتسيبيه كده الطرف الأمامي وتدخليه على الخلفي عشان دي اللي بتدي له التعريجة اللي بتدي شكل حلو تمام وكمان بيمط معنا في اللبس بسبب الغرزة دي هتدخلي كده وحتشتغليه على كل غرزة حشو في الصطر اللي تحت على الطرف الخلفي غرزة حشو وتبقي بتعدي كده عشان ما تدلغボتيش وتنسي غرزة حشو يعني نفس عدد السلسل اللي بدأت بيها بتعديها كده في عدد غرص الحشو على الطرف الخالفي كده بتدخلي تشتغلي غرصة حشو أهم حاجة الصطر ده تعدي كده فيه عشان آخر غرصة عندنا بتبقى حسسة كده وممكن تتنزل أو إنك ممكن تحط عليها على آخر غرصة عشان تبقى عارفة إن هي دي اللي حتدخلي جوها زي ما نرى كده بتبقى منتغيها معنا فبدأت خلي كده جوها على الطرف الخالفي وتشتغلي غرزة للحشو احنا كده اشتغلنا 13 غرزة حشو على كل غرزة حشو من السطر اللي تحت عالطرف الخلفي منها اشتغلنا غرزة حشو وهو ده السطر اللي بيتكرر معك فهتغضف عي سلسلة وبيتليفي الشغل وبتدخلي عل اول غرزة حشو عندك على الطرف الخلفي منها وتبقى منك كده ان انت دخلت على اول غوزة حشو وما سبتهتش تمام وتبدأي تشتغلي كده اشتغلنا غوزة اتنين تلاتة الطرف الخلفي اربعة الطرف الخلفي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشة اتناشر واخر واحدة دي بتبقى مندلية زي ما انت شايفة كده فتنزل لها كده تمام وتشتغلي عليها بغوزة تلاتة عشر او اخر غوزة عندك حسب العدد وزا ما انت شايفة كده بيبقى عندنا سطر بارس وسطر نازل لتحت بسبب ان احنا بنشتغل على الطرف الخلفي كل ما بنلف بيجينا البروز ده بترتفع سلسلة وبتقرري نفس السطر كده لحد ما توصلي لدورون المعصم اللي انت عايزيني تشتغلي كده على الطرف الخلفي سهلة خالص ووسيطة على الطرف الخلفي لكل غوزة عايزة تعدي عايزة تحطي علامة على اخر غوزة عشان ما تنسهاش هي بيبقى كزا غوزة بس يعني حيبقى من كتير اوي خمستاشر فممكن تعديهم بتبقى ايه اضمن لك ان انت تنسي غوزة زي ما انت شايفة الخط ده كده البيرز بسبب ان احنا بنشتغل على الطرف الخلفي كل ما بنلف الشغل بنشتغل على الطرف الخلفي وما ننساش اخر غوزة تمام هتبضل يتقرري كده في نفس السطر كل ما بتلف الشغل بترتفع سلسلة وبتشتغلي على غوزة الحشو على كل غوزة غوزة حشو على الطرف الخلفي وده اللي بيجيكي البروز زي ما انت شايفة احنا هنا عايزين عدد سطور يكون زوجي بمقاس دورون المعصم فانا هنا هشتغل 32 سطر عشان هنا الخيط عندي يعتبر يعني اكبر من متوسط السمك شوية فهشتغل 32 سطر انت ممكن تشتغلي اقل او اكتر حسب دورون المعصم اللي انت عايزي يعني لو هتشتغلي لحد صغير هتشتغلي عدد سطور اقل ولو هتشتغلي لحد مقاسه اكتر هتشتغلي عدد سطور اكتر المهم يكون عدد السطور زوجي هتكملي كده وحنيجي هنكمل مهبا انا كده اشتغلت 32 سطر وقدر دوراني منعصب لليد اللي انا هشتغلها تمام انت هتشتغل عدد السطور اكتر او اقل وحتعدي بقى عدد السطور عشان تتأكدي انها زوجي فبتخلي اول سطر عندك هو اللي بغرز الحشب وتبدأي تعدي السطور البرزة هتعدي كده 2 من اول السطر البرزة تعدي في السطور البرزة 2 4 وهكذا هنعدي كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 والاخر واحد فيهم اللي هو ال 32 اللي بعد سطر الحشب وانت عشان تضمنين انت دوراني مزبوط بتقسيه على ايدك كده وبيبقى مقفول عليك بالزبط او حاجة بسيطة لان الغرز بتموت معنا فما يوسعش معاك في اللبس ودلوقتي هنقفل دوراني المعصب فانت اول حاجة بتخلي اخر سطر هو اللي قدامك بالشكل ده تمام يعني بداية السطر بتبقى على ايدك لين وبتتني الشغل بالطريقة دي وبعدين بتليفي تمام شفت الطريقة دي اللي حتنفزيه وحتدخلي على اول غوزة حشو عندك على اخر غوزة حشو في السطر اللي هي كنا بدقنا في السطر اللي تحت ما بينسلسلة الاردراع وغوزة الحشو وبتسحبي اللفة وبتعديها كده وبتقفلي عليها بسلسلة وبتليفي الشغل احنا واحنا بنلف الشغل كده هيبقى اللي قدامنا هو اخر سطر اشتغلنا عليه تمام يعني اللي منورى كده هي البداية واخر سطر اشتغلنا عليه هو اللي قدام اشتغلنا هي احنا دلوقتي هنشبكهم في بعض فاول غوزة حشو هندخل بقوها كلها كده وحنشبكها في اول غوزة حشو اشتغلناها يعني على اول سلسلة عن دين عين هندخل كده يبقى احنا كده دخلنا على الاولى قدامي الاولى وبتسحبي اللفة وبتقفلي بغوزة حشو عايزة تقفلي بمنصالقة زي ما انت عايزة تمام بعد كده بنشتغل بنشبك على الطرف الخلفي للغوزة اللي قدامنا وبتدخلي على السلسلة اللي قدامها نفس الغوزة يعني احنا هنا هندخل على تاني غوزة حشو عندنا على الطرف الخلفي تمام وحتدخلي قدامها على غوزة الحشو اللي قدامها بالضبط هتشوفي كده تاني غوزة حشو هي هتدخلي على السلسلة اللي اشتغلت عليها غوزة الحشو وتشتغلي غوزة حشو انت كده بتشبكي كل غوزة قدام الغوزة اللي قدامها بالضبط ستدخل على غرزة الحشو على الطرف الخلفي منها ستدخل على تيلة غرزة الحشو على السلسلة وتسحب اللفة وتعديها مع الطرف الخلفي وتعملي غرزة حشو او منزلقة زي ما قلت لي وبتقرري كده على الطرف الخلفي وبتراجعي كده ان ده الطرف الخلفي اللي قدام غوزة الحشو اللي قدامها بالزبط يعني ما بتبقاش دخلة فيها غوزة حشو قبلها تمام وبتقفلي كده بغوزة حشو وهتقرري على الطرف الخلفي تشتغلي كده تدخلي الابرة وتعديها من على غوزة الحشو اللي قدامها بالزبط وتسحبي اللفة وتعديه من على الاتنين. وتشتغلي غرزة حشو. هتشبكي كده بنفس الطريقة واخر غرزة حشو حاجة شبكها معي. بعد ما شبكتي كده بغرز الحشو كنت زي ما نشايفك كده احنا عندنا للسطر برضو بقى بارز معين. تمام? فحتدخلي على اخر غرزة حشو. وعلى اخر سلسلة هنا اللي هي كنا شغالينها في الاول اللي هي اشتغلنا عليها اول غرزة حشو في الاول خلص. وتسحب اللفة وهنا هنقفل بغرزة حشو على تحت الطرفين مع بعض. تمام? احنا كده افلنا خلص. هتقلب يبقى الشغل. تمام? ولما بتقلب الشغل ده بيبقى الشكل عندك عشان افلنا على الطرف الخلفي. يعني ما بيبقاش في فرق في الجزء ده ما بيبقاش في فراغ لان احنا افلنا على الطرف الخلفي فبقى كله شبه بعضه. تمام? خيط البداية ده يفضل تقفليه كده تحت الغرز الحشو اللي احنا اشتغلناها. تمام? ممكن ما شبكنا عشان احنا هنشتغل بغرزة البوف وغرزة البوف هيبقى فيه بينها فراغات. فلما هناخده طاحت الشغل ممكن يطلع معنا وميبقى الشكل له حلو. بعد ما قفلتي شغل الخلاص هنبدأ نشتغل في الغرزة. واحنا هنا هنشتغل بغرزة البوف وطريقتها سهلة وبسيطة. اول سطرين هنشتغل بغرزة بوف من تلات اعمدة عشان يبقى زي الكوزة عندنا كده ما بيبقى في الكوز اده صغير. الدوران بيبقى صغير. ما يبقاش كده واسع معنا وبعد كده يبقى سميك عندك وانت يلابسيه ومكلكع كده. فحنشتغل في الاول بغرزة بوف من تلات اعمدة. والسطور اللي بعد كده هنشتغلها بغرزة بوف من اربع اعمدة. بعد ما اتأكد ان دوران المعصر مضبوط عليكي هنبدأ نشتغل في غرزة البوف. واحنا بنشتغل غرزة البوف على السطر اللي بيرز لبرة. تمام? يعني بنسيب سطر ونشتغل على السطر اللي بعده. السطر اللي بنشتغل عليه هو اللي بيرز لبرة ده. تمام? فاحنا هندخل كده بمنظركة عالسطر البيرز ده. وهنبدأ نشتغل في اول غرزة بوف. وزي ما قلتلك اول سطرين بغرزة بوف من تلات اعمدة. وفكرتها سهلة. اول السطر بترتفعي باللفة حاجة بسيطة كده. لو عايزها اعلى عاليها ده بيبقى حسب ما انت عايز. هتعاليها كده حاجة بسيطة وتغجي لفة. وهتبدأي تشتغلي تلات اعمدة بتسيبي لفاتهم كلها على الابر. فده كده اول عمود. بتدخلي كده على السطر البيرز. تمام? وبتسحبي اللفة وبتعلي ايدك كده. وبتسيبي اللفتين بتقول العمودة على الابر. تغجي لفة وتسحبيلي على ايدك كده. وتدخلي على نفس السطر. تسحبي اللفة. فكده بقى عندك اربع لفات زائد اللفة الاساسية. هتغجي لفة على الابرة. وتدخلي تسحبي لفة التالت عمود. فكده بقى عندك ست لفات بتوع الثلاث اعمدة واللفة الاساسية. بتسحبي بتسحبيهم كده بشويش. تمام? تعجيهم كده كلهم من على اللفة على الابرة. وبعدين بتقفلي عليهم بسلسل. دي كده غرزة البفن. هتغجي لفة على الابرة. وبتسيب السطر النازل اللي تحت وتدخلي على السطر اللي بيرز. يبقى الشغل عندنا على السطر اللي بيرز. هتدخلي عليه كده اهو. تمام? على اول غوزة منه. وتبداية تشتغلي في غوزة البفن. تمام? غوزة البفن. بتغجي كده اللفة بتاعت اول عمود وبتسحبي اللفة. فعندك لفتين على الابرة زائد اللفة الاساسية. كده بقى عندك اربع لفات زائد كده بقى عندك ست لفات زائد الاساسي بتاع دي كده السبع لفات مع بعض كلهم وبتقفلي عليهم بسرسلة وجيه كده غوزة البوف التاني هي دي غوزة البوف اللي بتتقرر معيكي طور السطر من ثلاث اعمدة وبتشتغليها على السطر البغز تمام عشان تجيكي شكل حيو هتشتغلي كده غوزة البوف بنفس الطريقة بسحبي لفات كلها كده مع بعض بسحبة واحدة وبتشتغلي سلسلة تقفلي بيها على غوزة البوف حتمشي السطر كله بنفس الطريقة وعدد غرز البوف حيطلع لك نص عدد السطور اللي اشتغلتين يعني لو انت شغالة 30 سطر حيطلع لك 15 غوزة البوف شغالة 32 حيطلع لك 16 شغالة اكتر حيطلع لك اكتر ده كده حيبقى الشكل عندك بعد ما اشتغلتش السطر كله بغوزة بوف من ثلاث اعمل تمام اخر السطر حتقفلي السطر بانك حتدخلي على مطرح ما قفلتش غوزة البوف كده يعني غوزة البوف هي فوقيها في فتحة صغيرة تمام بتدخلي لوها وتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الابرة بمنصر وكده احنا قفلنا السطر الاول لما اشتغلنا دوره تمام احنا دلوقتي المفروض ان احنا كل السطر بنشتغله بغوزة البوف بنشتغله في الفراغ تمام فاحنا بندخل بمنظلقة جوا الفراغ وبعد كده بنشتغل السطر واخر السطر بندخل برضه ببداية السطر الجديد بندخل بمنظلقة فانا لقيت ان احنا كل ما بندخل بمنظلقة بيمشي معنا السطر كده وبيترحل ولما بنيجي نقفل الجوانتي ممكن لو انت مثلا مطولة سطرين او تلاتة هتلاقي كده ترحيلة ومشي معيك وحتبقى باينة تمام ولو انت لسه مرادقة وبش متمكنة من قفلة السطر فحتبقى باينة قوي فانا عملت حل بسيط كده هيخلي عندنا التكرار بدل ما هو سطر يبقى سطرين سطر هنقفل فيه هنبدأ فيه شغل من اخر فراغ عندنا في السطر اللي تحت تمام اللي هو هيبقى سطر زوجي عندك يعني 2 4 6 8 والسطر اللي بعده بندخل بمنظلقة على اول فراغ بعد البداية تمام فده هيبقى سطر فردي فانت هتحفظيهم كده هيبقى سطر فردي بتدخلي على السطر الفردي بتدخلي على اول فراغ اما السطر الزوجي بتدخلي على اخر فراغ بالطريقة اللي هتشوفيها وحد بن معاك اكتر دلوقتي بس الحل ده هيخلي ان السطر كله يبقى ماشي معنا فوق بعده كده تمام يعني بداية السطور كلها هتبدل ماشية معنا من أول جوانتي لأخيرة أما لو أنت عايزة تشتغليها عايزة بأول تشتغلي الغرزة ترحليها كده وتشتغلي براحتك تمام؟ يعني تشتغلي كل سطر منزلقة في أول فراغ براحتك بس أنا هنا هتخل بمنزلقة على الفراغ الأخير هتفع كده وحدخل أشتغل غرزة باف من 3 أحمد 1 2 3 تمام؟ وبتسحبي كده اللفت كلها مع بعض وبتقفلي عليهم بسلسل كده احنا اشتغلنا فين؟ في الفراغ الأخير فزي ما انت شايفة كده السطر فوق السطر أما لو كنا اشتغلنا في الفراغ الأول كان هيترحل معنا ويبقى هين وكل ما بنشتغل بقى بيفضل يترحل فعلى ايه؟ احنا نشتغل كده بالطريقة دي عشان شغلنا يبقى نجيف وشكله جميل اشتغلنا كده تاني غرزة باف واقفلنا عليها بسلسلة احنا كده بنشتغل غرزة باف من 3 أحمده جوه كل فراغ ما بين غرزتين الباف هتدخلي كده في الفراغ وتشتغلي غرزة باف من 3 أحمده وتقفلي عليها بسلسلة وهتظلي تقرري كده لحد اخر صدر بعد ما اشتغلت جوه كل فراغ ما بين غرزتين الباف غرزة باف من 3 أحمده وبتقفليها بسلسلة هنا خلاص وصلنا لاخر الصدر فحددخلي كده فوق على غرزة الباف بالشكل ده وبتقفليه بمنصر وكده احنا اشتغلنا السطرين بغرزة الباف من 3 أحمده اما السطور اللي جاي كلها هتبقى غرزة باف من 4 أحمده وهنشتغل بالطريقة اللي قلتلك عليها عشان نحفظ ان بداية السطر كلها هتبقى فوق بعد فاحنا دلوقتي هنشتغل في السطر الثالث والسطر الثالث ده سطر فردي فانت في السطر الفردي ما بتدخليش بقى في اخر فراغ بتدخليه بمنصرقة في اول فراغ تمام؟ احنا كده ماشينا سنة لما بنشتغل في الفراغ الأخير في السطر الزوجي بترجع معنا تاني وبيبقى على اخر كل السطور مشيا فوق بعد هنشتغل دلوقتي السطر الثالث وده حيبقى بغرزة باف من 3 أحمده فهترتفعي باللفة الفوق وتغجي لفة اول عمود وتسحب اللفة وتخليها على إبرة تغجي لفة تاني عمود وتخلي اللفة بتاع الإبرة كده عندنا اربعة كده تالت عمود بقى عندنا ستة زائد اللفة الأساسية كده الرابع عمود يبقى احنا كده بدأنا نشتغل أربع عمدة فبقى عندنا تمن لفات واللفة الأساسية يعني تسع بتغجيهم كلهم كده بشويش بسحبة واحدة وبتقفلي عليهم بسلسل وزي ما تشايفها غرزة الباف كبرت معنا كده فكده بيخلي المسافة توسع معاك من فوق بيبقى كده بدأ معنا بعد المعصم جزء الزغير ده اللي بيبقى بفوق المعصم وبعد كده بيكبر معنا هتفضلي كده جورة كل فراغ تشتغلي غرزة باف من أربع عمدة وتقفلي عليها بسلسلة وتروحي للفراغ اللي بعده تشتغلي غرزة باف من أربع عمدة خلص بقى احنا مش هنشتغلهم وثلاثة عمدة جيتين تمام متضبطي ايدك كده عشان الشغل يطلع معاك مصبوط وبتقرر حتدخلي جوة كل فراغ تشتغلي غرزة باف من أربع عمدة بعد ما اشتغلت في كل فراغ غرزة باف وقفلت عليها بسلسلة تمام هتدخلي كده على أول غرزة باف عندك بنفس الطريقة كده فوق اللفات في الفراغ ده وبتقفلي بمنزلقة تمام واحنا كده اشتغلنا تلات سطور تمام اول سطرين منهم كان غرزة الباف من ثلاثة عمدة وبعد كده السطور هتبقى غرزة باف من أربع عمدة احنا في السطر الفردي بندخل بمنزلقة على أول فراغ ونبدأ نشتغل في غرزة الباف أما في السطر الزوجي يعني السطر اللي جاي اللي هو الرابع هندخل في الفراغ اللي هو آخر فراغ عندنا اللي قبل البداية فابتكدفعي باللفة كده تمام وتغجي لفة على الإبرة وبتوسعي النفسك كده عشان ما تنتش معيك الشغل بقى وتدخلي بالإبرة على الخيط تمام تمام وبتشتغلي غرزة الباف اللي من أربع عمدة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى السطر الزوجي بتدخلي على آخر فراغ زي ما شفتي كده وبعد كده بتسحبي اللفات وبتقفلي عليهم بسلسل وزا ما تشايف رجع بداية السطر تاني فوق بعض كده هو احنا يعني مع ليش هيبقى محتاجين كده نركز شوية في الحركة بس هيتلع الشغل الجميل هتدخليك بعد كده في كل فراغ وتشتغلي غرزة باف من أربع أعمدة تدخلي في الفراغ اللي بعده وتشتغلي غرزة باف من أربع أعمدة وبتقفلي عليها بسلسلة تمام هتكملي كده لحد آخر السطر وهتقفلي السطر وهتشتغلي عدد من السطور لحد ما توصلي للجزء ده عندك يعني قبل السطربع كده على السطربع بالضبط على بداية السطربع الكبير ده تمام عشان بعد كده هنحدد مكان دخول السطر مرة في الفرده اليمين ومرة في الفرده الشميل فانا هنا هكملهم سبع سطور يعني هشتغل فوق الأربع سطور دول تلات سطور كمان انت هتكملي لحد ما توصلي للمقس اللي انا قلتلك عليه ده وده هيختلف معيك عدد السطور أكتر أو أقل حسب سمك الخيط وحسب المقس انا كده اشتغلت سبع سطور وحنبتجي نحدد مكان السطور تمام اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبع تمام انت هيبقى عدد السطور عندك أكتر أو أقل حسب المسافة حسب المقس عندك يعني لحد ما توصلي لحد الجزء ده احنا دلوقتي حنبدأ نحدد مكان دخوله السبع في الفردة اليمن والفردة اليمن لما بنبدأ نحدد مكان السبع فيها بنشتغل في الأول بالغرس وفي الآخر بنحدده عشان لما نجي نقلب كده يبقى الجزء اللي هو تقفيل عندنا من جمه مع ان التقفيل بشبين ولا حاجة بس برضو احتياطي يمكن يفتح مننا في اللبس ويبقى باين التقفيل تمام فاحنا هنشتغل بالأول بغرس بف لحد ما حاولك احنا السطر التامن عندنا سطر زوجي يعني هنبدأه بان احنا هنشتغل غرزة البف في اخر فرار تمام فبتجعي كده وبتدخلي جوا اخر فرار وتبداي تشتغلي في اول غرزة بف كده تاني عمود تلاتة اربعة وبترفيليها بسلسلة وبتدخلي على الفرار اللي بعد وزيب اشتغلنا تحت تشتغلي غرزة بف من اربع اعمد تمام هتمشي كده لحد ما تحددي مكان السوبة فاحنا هنحدده ازاي هنسيب خمس فرارات انا هنا عندي عدد غرز البف عشان انا بدأت باثنين وتلاتين سطر فعدد غرز البف ست وشر غرزة بف فحسيب خمس فرارات هسيب كده فرار تمام اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني هتشتغلي كده عندك في اخر السطر ست غرز بف منش هتشتغلي بابتهم تمام اما لو انت عندك المائس اكبر فممكن تسيبي ست فرارات او مائس اكبر فممكن تسيبي عدد فرارات اكتر وتقفلي واهم حاجة هتسيبي غرزتين بف في الاخر يعني هتسيبي فراغين هم دول هنشتغل جواهم غرزتين البف تمام فانت هتشوفي كده مكان دخول الصباح عايزة تكبري الفراغ هتكبري لكن ما تقللوش اكتر من كده عشان ده كده مائس مونيس فانت لو شغالة مقاس زي مقاسي هتبقي اشتغلتي عدد من غرز البف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حدوشر حدوشر غرز البف اما لو شغالة اكتر مني او اقل فحيبقى عدد غرز البف اقل او اكتر وحتبقي سايبها خمس فراغات او عدد من الفراغات اكتر زي ما قلتين دي كده عندنا الفردة اليمين فبنقفلها في الاخر تمام يعني في اخر الصدر فحاتسيبي بعد كده احنا اشتغلنا غرز البف حاتسيبي فراغ اتنين تلاتة وحد ادخلي جهور ربع تشتغلي غرز البف تبقي مزبطة ايدك كده عشان تطلع مصبوطة معين يبقى احنا اشتغلنا غرز البف وعدينا تلات فراغات مشتغلناش جواهم واشتغلنا غرز البف الا قبل الاخير فده كده هيبقى مكان دخول الصباح عندك تمام عايزة يبقى هو هيوسع معنا في اللبس على فكرة فانت لو عايزة يبقى اكتر من كده هتسيبي عدد فراغات اكتر زي ما قلتلك يعني لو المقاس كبير بعد كده بتشتغلي غرز البف الاخيرة يعني اخر الصدر بيبقى عندك غرزتين بف وبتقفلي الصدر واحنا ده كان عندنا الصدر الثامن يعني صدر زوي تمام؟ وده كده بقى الشكل عندك تمام؟ ده كده الشكل عندك وده كده التأفيل هيبقى عندنا من جوه يعني لما حنلبس هيبقى ده الوشة عندك نضيفه هو جميل ونفوش اي غلطاته لا اي حاجة وبرضو الطهر نضيفه كل حاجة بس برضو احتمال الفراغ يبين احنا كده اللي عندنا عدد غرز البف يعني انا هنا بقى عندي 13 غرز البف السطر اللي بعد كده اللي هو هيبقى السطر التاسع يعني سطر فردي يعني بندخل بمنزلقة على اول فراغ في السطر وبتشتغلي اول غرز البف وبتغفليها بسرسلة وحتكملي بغرز البف في كل فراغ هتشتغلي غرز البف لحد المكان اللي احنا كنا قفلنا فيه حنيجي نشتغل بقى فوق مكان الصباح بعد ما اشتغلت على كل فراغ في الغرز اشتغلنا في كل فراغ غرز البف ووصلنا للجزء اللي فيه مكان تحديد الصباح تمام فحنشتغل غرز البف جره مكان تحديد المكان بتاع الصباح مبين غرزتين البف وبكده هيزيد معيك غرز البف عن السطر اللي تحت هتدخلي كده وحتشتغلي غرز البف تمام يبقى احنا كده مكان فوق الصباح كده اشتغلنا غرز البف بالشكل اللي انت شايفه ده كده عشان يصبت معنا الصدر وكمان وسع الجزء اللي فوق ده تاني تمام هتكملي بقى الصطر وتشتغلي اخر غرزتين بف وتقفلي الصطر وده كده هيبقى عندنا شكل الفردة اليمين ومكان تحديد الصباح فانا دلوقتي اشتغلت صطرين بعد ما حددنا يعني حددنا كده بقى عندنا صطرين زي ما انت شايفة كده انا هكملهم واخليهم اربع صطور يعني هشتغل صطرين كمان انت هتشتغلي لحد ما توصلي للجزء ده عندك تمام يعني بداية الصباح عايزة تطولي سنة طولي يعني انا هكملهم اربع صطور ما كان من بعدك بالسطر ده وانت هتكمليهم اربع صطور خمس صطور زي ما تحب انا كده كملتهم اربع صطور واحد اتنين تلاتة اربعة وده كده الطول المناسبة عندي تمام بقى عدد اجمالي الصطور غرز الغاف حدوشار سطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحدوشار اخر الصطر هنشتغله بغباز الحشو احنا دلوقتي هنشتغل اخر صطر بغباز الحشو لو انت شايف ان المكان ده كده ماسك عليك فحتشتغلي غرز الحشو زي ما هشتغل معيك اما لو لقيه واسع فحتشتغلي غرز حشو برضو هقولهي لك دلوقتي يبقى لو المكان ماسك عليك هتردفع سلسلة وحتشتغلي على اول غرزة باف غرزة حشو وعلى الفراغ غرزة حشو على غرزة الباف غرزة حشو فاحنا كده اشتغلنا تلات غرز حشو الربعة بتشتغلي في الفراغ غرزتين حشو واحد اتنين وبتقرر تلات غرز حشو واحدة على غرزة الباف واحدة في الفراغ واحدة على غرزة الباف واتنين مطرح ما يطلع بقى مرة في الفراغ ومرة ايه على غرزة الباف وهتمشي السطر كله فكده هيبقى الجزء كده ايه يوسع معيك ويبقى مظبوط وما يخنقكيش عند الصوابع في الايد هتشتغلي تلات غرز حشو بالطريقة اللي شفتيها واحد ربعة بتشتغلي غرزتين حشو اما لو المكان ده واسع معيك وعي زي تجي اكتر فهتشتغلي على غرزة الباف وغرزة حشو وجوه الفراغ غرزة حشو فكده هيقل له معيك غرز الحشو وهيمسك معيك هتقرر بقى كده لحد اخر الصطر اخر الصطر بعد ما اشتغلتي كله بغرز الحشو تمام بعد اخر غرزة حشو اشتغلتها في الفراغ بتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها بعد ما صحبتش خيط وقصتش بتركبي فيه ابرة تقفيل ولا هم عندكيش اي ابرة الفتحة بتاعتها واسع اتدخل الخيط يعني زي ابرة المنجد كده تمام? احنا كده خلص صحبنا اللف هتدخلي ما بين سلسلة الاردفاع واول غرزة حشو عندك تمام? وتدخلي الابرة كده من ظهر الشغل وبعدين بتعديها ما بين اللفتين بتوع غرز الحشو تمام? هتدخلي كده في النص وتسحبي اللفة والدية ايها زي ما انت شايفة كده فكده بن معك كله زي ما انت شايفة كله سوا بعض بعد ما بتصبطي الشغل كده بتدخلي بقى كده في ظهر الشغل وبتقفلي تحت غرز الحشو بابرة تقفيل كويس وبعد كده بتقصي الخيد وده كده هيبقى شكل الفردة اليمين عندك انت دلوقتي هتشتغلي نفس اللي اشتغلناه في عدد سلاسل المعصم بتاعت البداية وعدد السطور وبعد كده بتشتغلي عدد السطور اللي اشتغلتها لحد ما وصلتي لحد ايه لحد الجزء اللي هنبدأ نحدد فيه مكان الاصبع وبعد كده حاجة اشتغل معاك الفردة الشمال بعد ما قررت الجزء اللي اشتغلته في الفردة اليمين هو هو في الفردة الشمال نفس المعصم بنفس سلاسل البداية ونفس عدد السطور ونفس سطور غرزة الباف هنبدأ دلوقتي نحدد مكان الصوبع في الفردة الشمال احنا في الفردة اليمين كنا في الاول اللي اشتغلنا بغرز الباف وبعد كده حددنا مكان الصوبع وبعد كده اخر السطر كان عندنا غرزتين باف هنا هيبقى العكس هنشتغل في الاول غورزتين البوف وبعد كدة نحدد مكان الصوبة وبعد كدة نشتغل في الاخر في غورز البوف فانت حتراعي كدة لو السطر عندك دلوقتي هن occupational فهشتغل في اخر فراغ اول غورز البوف فانت لو السطر عندك فردي فحتى تدخلي على اول فراغ فنشتغل غورزة البوف الاولى على الفراغ الاخير عشان السطر عندي زوجي هتوسعي نفسك مكان كده تمام وحددخولي تشتغلي غوزة البوف الأولى اللي من أربع عمد وبتغجي اللفات كلها مع بعض بصحبة واحدة وبتقفليها لها كده احنا أقول للصطر اشتغلنا غوزة بوف هنشتغل غوزة البوف التاني ونقفلها بسرسلة وحنبدأ نحدد مكان الصوبة فلو انت سيبها مثلا أكتر من 3 فراغات هتحددي كده وحاتسيبه فانا هنا قدت سيبها 3 فراغات 1, 2, 3 وحاخد لفة وادخل كورة الفراغ الرابع اشتغل غوزة البوف التالت يبقى انا هنا 6-3 فراغات أما انت لو سيبها فراغات أكتر فهتسيبه نفس الفراغات اللي سجيها في الفردة اليمين وحاتقفلي على غوزة البوف وكده احنا اشتغلنا وحددنا مكان الصوبة خلص هتروح يبقى وتكملي وحاتشتغلي جوه كل فراغ غوزة البوف لحد اخر السطر حاتكملي جوه كل فراغ غوزة البوف هنا كده اشتغلت غوزة البوف لحد اخر السطر وقفلت السطر وده كده بقى المكان عندي بتاع تحديد الصوبة فكده لما هتلبسيه هيبقى عندك مكان التأفيل من جوه وزا ما انت شايفة كده احنا السطور بتترحل معنا فبيبقى باين كده الجزء ده في بداية السطر لو كنا ما عملناش الحركة اللي انا عملتها معاك دي فكان هيبقى اللي ترحل معنا ولما نقفله كان هيبقى باين من قد دي تمام؟ احنا كده حددنا في اول سطر اللي سطر اللي بعده بتدخليه بمنزلقة لان السطر ده هيبقى عندك فردي هيبقى عندي التسع لو عندك زوجي هتدخلي على اخر فرق وبتشتغلي اول غوزة بوف تمام؟ وغوزة البوف اللي بعدها هتلاقيها بتشتغليها مطرح ما كده ما شبكت اللي اتنين في بعض يعني بقى فوق المكان بتاع الصوبة بتشتغلي غوزة البوف وبتقفليها وبعد كده بقى بتليفي وبتشتغلي جوه كل فراغ غوزة بوف بعد ما هتشتغلي لحد اخر السطر هتشتغلي فوقهم سطرين كمان يعني احنا هنا اشتغلنا سطرين هنشتغل فوقهم لحد ما يكملهم هنا لاربع سطر لو انت مزودة سطر او معلل سطر هتشتغلي بنفس عدد السطور اللي اشتغلتها في الفردة اليمي بعد ما بتكمليهم اربع سطور بتقفليهم بنفس الطريقة بغرز الحشو وفي الاخر نفس عدد غرز الحشو اللي اشتغلتها في الفردة اليمي انا كده خلصت معيك فيديو جوانتي اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ولحد ما نتقابل بس اتكون فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته